وانا صغير كنت اقرأ الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وكان مقرر علينا في الدراسة لما واحد ارتعش لما شاف النبي حصلت له رعدة اتهز كده تخض كده والنبي داخل عليه عليه الصلاة والسلام فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له كلمة عجيبة جدا وكلمة ديبة كنت بقوله الهالو ازاي بيقول له النبي بيقول له ايه النبي ربط علي وقال هون عليك هون عليك إنما نابن امرأة كانت تأكل القضي ده بمكة القضي ده هو اللحم المجفف يعني إنما نابن امرأة يعني لما كانت يعني كانوا يخزن بقايا اللحم وحاجات كده كانت اللحم اللي مش تازج يعني بالنسبة لهم اللحم المقد ده يبقى دليل على إن ناس فؤرة جداً معهمش فلوس خالص فالنبي بيعبرت بالتعبير الراقي ده وصلى الله عليه وسلم بيقوله إيه إنما نابن امرأة كانت تأكل القضي ده بمكة وقل لنفسي هو ما تكسافش يقوله كده ده دي حاجة مخجلة هو الواحد مش يكس يقولي الكلام ده اتعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أيام الصعوبة وأيام قلة المال وأيام الاحتياج كانت بتصير الفخر لأنها عدت عليك من غير ما تجرح قلبك من غير ما تحطم نفسك من غير ما تخدش كرمتك من غير ما تقتل فيك عزة نفسك من غير ما تموت فيك ثقتك في الله سبحانه وتعالى ده المعنى الكلام اللي حقوله ده أعداء الوطن والقطيع حيقولك إيه بصوا بيحضر الناس عشان الفقر بصوا بيجهز الناس عشان الأيام اللي جاية بصوا بيبرر للحكومة ما عرفش إيه والله على ما أقوله شهيد أنا بريء من هذا الأمر أنا اللي عاوز أسأله لكم أن الغنى والفقر موجودة في كل الدنيا إنما إزاي تخرج من الأزمة ورسك مرفوعة عجبني قوي الرئيس السادات الله يرحمه وهو كان بيحكي على المرحلة اللي اشتغل فيها تباع على العربية نقل إلى أن وصل إلى بقى إنه الرئيس الرئيس الأسطوري لمصر رحمة الله عليه عجبني جدا واحد بحجم فاروق الباز الدكتور الأستاذ فاروق الباز العالم الفضاء الكبير في وكالة ناسا للفضاء عالم كبير لا يشق له غبار كله ملء السامع والبصر وهو بيقول لك أنا اشتغلت نقاش علشان أقدر أوصل للنا فيه اشتغلت نقاش لحد ما التحقت بوكالة ناسا للفضاء نقاش الرجل بيقولها بكل فخر واعتزاز